اهلا بيكو طلاب وطلبات الصف الخالس لابتدائي المهاردة هنشتغل مادة الرياضيات تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم اخدنا الحصة اللي فاتت ضرب بعدد عشري في عدد صحيح واتفقنا ان احنا لما بنيجي نضرب عدد عشري في عدد صحيح بعتبر ان العلامة العشرية مش موجودة اساسا وبعمل عملية الضرب بتاعتي عادي خالص وبعد كده بشوف العلامة العشرية كانت جايا لي بعد رقم ولا اثنين ولا ثلاثة وحطها في الناتج بتاعي من جهة الينين يلا بي نكمل بقية الدرس ده اللي هو ضرب عدد عشري في عدد صحيح وحناخد كمان ضرب عدد عشري في عددين يلا بينا يلا بينا هناخد نبدأ كده بمثال جديد خالص اذا كان متين واحد وعشرين في خمسة هيساوي 1150 فوجد بدون اجراء عملية الضرب ايه ده؟ هنجيب الناتج من غير ما نعمل اي عملية الضرب طب ازاي؟ تعالوا نشوف انا عندي دلوقتي ميتين واحد وعشرين من عشر تلاف في خمسة طب انا هجيب الناتج ازاي من غير عملية الضرب احنا اتفقنا ان العلامة العشرية بنحطها ازاي؟ بنشوف العلامة العشرية عندي كانت موجودة بعد كم رقم وبحطها في الإجابة هو كده كده جايب لي الإجابة أساسية طيب انا عندي دلوقتي هعد بعد كم رقم؟ هدي واحد اتنين تلاتة تمام؟ بعد ايه؟ اربعة يبقى انا المفروض احط العلامة العشرية عندي بعد اربع أرقام في الإجابة اللي هم ها هدي واحد اتنين تلاتة اربعة بقت الإجابة عندي حطتها بعد اربع أرقام العلامة العشرية من غير مضرب ولا اعمل حاجة طيب تعالوا نشوف اللي بعدها ها هنا العلامة العشرية عندي بعد كم؟ زي ما اتفقت معاكم بعد أربع أرقام ده قبل ما عمل عملية الضرب عملنا عملية الضرب ها هرجع أحط العلامة العشرية هنا بعد كم رقم برضو في الناتج بعد أربع أرقام تعالوا نشوف مثال تاني هنا 22 و 1 من 10 في 5 طيب أنا دلوقتي العلامة العشرية عندي بعد كم رقم في أول رقم قبل عملية الضرب خالص في الرقم اللي هو 22 و 1 من 10 ها بعد رقم 1 يبقى أنا هروح أحطها في الناتج بعد إيه بعد رقم 1 برضو ها يبقى الإجابة 110 و 5 من 10 أنا حطتها بعد رقم 5 اللي هي بعد رقم 1 بس في الناتج تمام يبقى أنا أقدر أعمل أحط أجيب الناتج بتاعي من غير لو هو جايب لي الإجابة من غير أحط العلامة العشرية من غير ما عمل عملية الضرب أيوة بشوف الرقم أصلا الأساسي عندي جايلي العلامة العشرية بعد كم رقم بعد رقم هحطه في الناتج بعد رقم بعد رقمين هرجع هحطه في الناتج بعد رقمين طيب تعالوا نشوف مثال تاني أوجد محيط المسلس المتساوي الأضلع تعالوا نشوف المسلس كده أدي المسلس عندي ها الضلع بتاعه 22 و 25 من 100 سنتيمتر متساوي الأضلع معناها إيه؟ إن كل أضلع متساوية معنا كده إن الضلعين التانيين برضو ده 22 و 25 من 100 والضلع اللي تاح 22 و 25 من 100 طب أمال هو عايز إيه؟ عايز محيط المسلس هو أنا كنت بجيب المحيط المسلس إزاي؟ طول الضلع في 3 طول الضلع نفسه اللي هو 22 و 25 من 100 في 3 ده معنى كده يا ميس إن إحنا هنضرب رقم عشري رقم صحيح نلا بينا 22 و 25 من 100 في 3 هاعتبر الرقم العشري ده مش موجود أساساً يعني كأني بضرب 225 في 3 طيب وبعدين طلع لي الناتج 675 حط العلامة العشرية فين؟ أنا العلامة العشرية عندي أصلاً بعد رقمين اللي هما 25 حاجي في الناتج وأحطهم برضو بعد رقمين نعد 1-2 اللي أنا حسيب 5 و حطهم بعد العامة العشرية بعد 75 فبقيت الإجابة عندي 6 و 75 من 100 طيب ناخد مثال تاني أوجد محيط المربع عادي إحنا مش هنيجي يقولي أوجد محيط مسلس مربع مستطيل أنا عارفة إنه طول الضلع هنا بقى في المسلس طول الضلع في 3 عشان عنده 3 أضلع طب أنا عندي هنا في المربع طول الضلع في كام؟ في 4 يلا بينا هتبقى 5 و 6 من 10 فاربعة هعتبر إن العلامة العشرية برضو عندي مش موجودة معنا كده إنه أنا حضرب مين في مين حضرب الـ 56 كأن العلامة العشرية مش عندي فاربعة هيطلع لي الإجابة بتاعتي 224 طيب أحط 224 لا طبعا تخيلوا كده محيط مربع 224 سنتي لا طبعا دلوقتي أنا هعمل إيه؟ العلامة العشرية عندي بعد كم رقم؟ بعد رقم 1 اللي هي بعد الـ 6 هروح في الناتج أحطها بعد رقم 1 اللي هي بعد 4 بقيت الإجابة عندي 22 و 4 من 10 سنتيمتر طيب تعالوا ناخد كده مسائل بقى الكلامية إذا كان ثمن علبة عصير 24 و 25 من 100 فما ثمن 5 علب من نفس النوع أنا دلوقتي نزلت السوفر ماركت لقيت علبة العصير بتاعتي بربعة اللي أنا عايز أشتريها بربعة و 25 من 100 تمام؟ طبعا أنا عايز أشتري 5 علب من نفس النوع أعمل إيه؟ أحسبها إزاي؟ طبعا إحنا اتفقنا إن إحنا لما نبقى ثمن العلبة نفسها عشان أجيب ثمن العلبة نفسها هقول عدد العلب عشان هشوف إيه المبلغ اللي أنا هدفعه في 5 علب يبقى ثمن العلب بيسوي كام؟ أنا هطلع كام من فلوسي وادفعهم ها هقول عدد العلب في ثمن العلبة الوحدة أنا هشتري كام علبة؟ هشتري خمسة طب وإن أفترض كنت هشتري أربعة حضرب برضو ثمن عدد العلب في ثمن العلبة الوحدة عشان يطلع لي المبلغ الإجمالي اللي أنا هدفعه طيب ثمن العلبة بتسوي عدد العلبة الوحدة في ثمن عدد العلب كلها سوري في ثمن العلبة الوحدة هيبقى 5 اللي أنا عايزة اشتريهم فـ 24 وـ 25 من 100 ها هعتبر العلامة العشرية عندي مش موجودة أصلاً يعني أنا هضرب الخمسة فـ 425 هيتلع لي الإجابة 2125 مش معقولة يعني أنا هتشتري 5 علب عصير وادفع فيهم 2125 جنيه يبقى أنا كده إيه؟ نسبت إيه؟ ست العلامة العشرية بتاعتي العلامة العشرية هنا عندي بعد كم رقم؟ بعد رقمين يبقى أنا حاجة في الإجابة واحطهم بعد رقمين بقيت الإجابة عندي 21 جنيه و 25 إرش تمام؟ طيب ناخد مثال تاني إذا كان ثمن القلم الرصاص 2 جنيه و 35 إرش فما ثمن 6 أقلام رصاص من نفس النوع أنا دلوقتي عندي القلم الرصاص ب 2 جنيه و 35 إرش وعايز أشتري 6 أقلام هحسب ثمنهم إزاي؟ هضرب 6 أقلام العدد اللي أنا عايز أشتريه في ثمن القلم الواحد يلا بينا يبقى ثمن الأقلام عدد الأقلام في ثمن القلم الواحد ها عدد الأقلام كام؟ 6 في ثمن القلم الواحد 2 جنيه و 35 إرش هتبر إن الرقم العشري مش موجود قدامي يبقى أنا هضرب 6 في 235 هيطلع لي الإجابة 1410 طيب أنا عندي في الأول أصلا العدد العشري ثمن العلمة بعد كم رقم؟ بعد رقمين اللي هما 35 من 100 يبقى أنا حاجي في الإجابة وأخطه بعد و بعد رقمين برضو في الإجابة بعد العشرة بقت عندي الإجابة 14 جنيه و 10 من 100 طيب اشترت هدى 3 كرسات سعر الواحدة 5 جنيه 75 إرش وأربع أقلام بسعر القلم الواحد جنيه و 25 إرش احسب ما دفعته هدى دلوقتي هدى اشترت حاجتين أول حاجة اشترتها كرسات 3 كرسات طب أنا دلوقتي لازم أحسب 8 الكرسات الأول وبعدين أحسب 8 الأقلام اللي هي اشترتها وبعدين أجمعهم الاتنين على بعض عشان أعرف هدى دفعت كام كله على بعضه تمام؟ يلا بينا نحسب أول حاجة 8 الكرسات 8 الكرسات بيساوي العدد بتاع الكرسات اللي هي اشترته اللي هم كام؟ 3 في سعر الكرسة الواحدة اللي هي 5 جنيه 75 إرش هيطلع لي الإجابة 1725 لأ يا ميس العلامة العشرية عندي بعد كم رقم؟ بعد رقمين اللي هم 5 جنيه 75 إرش اللي هي بعد الـ 75 هحطها برضو في الإجابة بعد رقمين هيبقى عندي إجمالي اللي دفعته هدى للكرسات 17 جنيه و 25 إرش تمام؟ احنا جدنا كده 8 الكرسات يلا بينا نحسب عدد الأقلام طيب عدد الأقلام برضو عددهم كام اشترت كام واحد؟ اشترت أربع أقلام طيب سعر الألم الواحد كان كام؟ جنيه 25 إرش نضرب الأربعة في جنيه 25 إرش هيطلع لي 5 جنيه تمام؟ طيب أنا عايزة أعرف إجمالي ما دفعته هدى كله على بعضه يبقى أنا حاخد 8 الكرسات زائد 8 الأقلام اللي هم 17 جنيه و 25 إرش زائد 5 جنيه يبقى ما دفعته هدى يساوي 22 جنيه و 25 إرش تمام؟ طيب اوجد ناتج ضرب 2 11 من 100 في 12 ده جديد بقى علينا إحنا كده هنضرب عدد 10 في رقمين مش في رقم واحد صحيح تمام؟ يلا بينا نشوف هنعملها ازاي؟ برضو نفس الخطوات إحنا اتفقنا من الأول إن إحنا هنعتبر إن الأعداد العشرية دي إن العلامة العشرية مش موجودة أصلاً معايا في الإيه؟ في المثال يبقى أنا هضرب 211 في 12 طيب يميس إحنا هنضربها ازاي؟ يلا بينا نفتكر؟ طيب أنا دلوقتي عشان أضرب الثلاث أرقام في رقمين أول حاجة هعملها الرقمين اللي تحت دول عندي هاخد واحد واحد هعتبر إن اللي اتنين دي الأول دي الكنجة عندي أنا هبدأ أضربها فين؟ هضربها كلها في 211 يلا بينا نبدأ بيها 1 في 2 2 1 في 2 2 2 في 2 2 في 4 خلصنا أول عملية ضرب إن أنا ضربت الاتنين الأولانية في الرقم كله طيب هنعمل إيه؟ نبدأ ننزل تحت وقبل ما أضرب أو أعمل عملية الضرب للرقم الثاني خلص كده الاتنين أنا مش عايزاها أنا حبدأ أضرب الرقم كله اللي عندي في الواحد طيب قبل ما أضرب عشان أنا ما أتلغبطش نحط صفر يبقى هنحط صفر تحت أول رقم عشان ما نتلغبطش وإحنا بنعمل عملية الجمع طيب يلا نضرب الرقم الثاني في واحد واحد في واحد بواحد واحد في واحد بواحد اتنين في واحد باتنين طيب وبعد ما عملت أنا كده خلصت عملية الضرب لأول رقم والتاني رقم أبدأ أعمل لهم إيه؟ أجمعهم على بعض يلا اتنين زائد زائد صفر باتنين اتنين زائد واحد تلاتة أربعة وواحد خمسة ودي اللي اتنين هنا ما فيش حاجة فوق يبقى أنا نزلتها طيب العلامة العشرية في الأول خالص كانت عندي بعد كم رقم ها بعد رقمين لأن أنا عندي اتنين وواحد عشر من مية يبقى أنا حاجة برضو في الناتج وهحط العلامة العشرية بعد رقمين بقت عندي الإجابة خمسة وعشرين واثنين وثلاثين من مية اتفقنا يلا بينا ناخد مثالتين عندي أربعة وخمسة وعشرين من مية فاربعتاشر هنعمل نفس اللي احنا خطوة اللي احنا عملناها قبل كده نضرب العددين بدون العلامة العشرية زي ما اتفقنا بقت ربعمائة خمسة وعشرين فاربعتاشر هنضربها ازاي هنعمل عملائتين ضرب أول عملية نحضرب ربعمائة خمسة وعشرين فاربعة ده في الأول كأن الواحد دي مش موجودة وكأنه عندي رقم واحد صحيح يلا بينا خمسة فاربعة عشرين حطنا الصف واللتنين هتستنى معنا شوية اتنين فاربعة بتمانية آآ تمانية زائد الاتنين اللي كنا سايبينها دلوقتي بقيت عشرة صفر ومعي الواحد أربعة فاربعة بستاشر بستاشر زائد واحد بقيت سبعتاشر خلست عملية الضرب الأولانية تمام قبل ما اعمل عملية الضرب التانية زي ما اتفقنا هنعمل ايه عشان ما نطلق بطش هنحط صفر تحت أول رقم حطنا الصفر تمام يلا بينا بقى خمسة فواحد بخمسة اتنين فواحد باتنين أربعة فواحد باربعة بعد ما عملت عملية الضرب لأول رقم والتاني رقم حد أعمل لهم أجمعهم الاثنين على بعض جمعت الاثنين على بعض هيطلع لي الإجابة ها الفين مية خمسة وعشرين أرجع بص فوق تاني وأنا عندي العلامة العشرية كانت جايلي بعد كم رقم أربعة وخمسة وعشرين من مية حلو يعني بعد رقمين هنزل في الناتج برضو أحطها بعد رقمين بقت عندي الإجابة واحد وعشرين وخمسة وعشرين من مية يلا بينا بقى ناخد كم مثال تاني على البورد يلا بينا ناخد أمثلة تلاتة واربعة وعشرين من مية في اتناشر تبقى أنا عندي عدد عشري فعددين صحيح طيب هعمل إيه برضو هضرب بدون العلامة العشرية كأنها مش موجودة بقت تلتمية اربعة وعشرين في اتناشر ياميس ده صعبة أنا هضرب تلات أرقام في رقمين عادي جدا كأني بضرب في رقم واحد اللي هي الاتنين الأول هعتبرني الواحد دي مش موجودة أساسا يلا بينا ها أربعة في اتنين ثمانية اتنين في اتنين أربعة اتنين في تلاتة ستة خلصت أول عملية ضرب عندي أبدأ أخد كده شكرا يا اتنين أنا مش عايزاها هنبدأ ناخد مين الواحد هنضربه في تلتمية أربعة وعشرين طيب قبل ما أعمل عملية الضرب بتاعتي هنزل على أول رقم وحط تحته سفر تمام طيب ليه يا ميس أنا بحط سفر تحت أول رقم ما اشتغلش عملية الضرب على طول عشان هتلغبط في عملية الجمع فأنا بحط سف عشان يبقى الخانة الأولانية دي خلاص أنا مش هحط فيها أي أرقام طيب أربعة في واحد باربعة اتنين في واحد باثنين واحد في تلاتة بثلاث نبدأ نعمل عملية الجمع بتاعتي تمانية ثلاثة تمانية اربعة واربعة تمانية ستة واثنين ثلاثة واندي الثلاثة طيب هرجع الثلاثة واربعة وعشرين من مية العلامة العشرية كاب بعد كم رقم بعد رقمين هنزل تحت أحطها برضو بعد رقمين أنا عندي تلاثاتح تلاثة وتمانية تمانية وتمانين هه العلامة العشرية بعد رقمين ادي 1 2 وحط العلامة العشرية بتاعتي بقت الاجابة 38 و88 من 100 يلا ناخد مثال تاني 5 11 من 100 في 14 اعمل ايه العلامة العشرية بتاعتي مش موجودة 511 في 14 هنبدأ بالكنج الاولاني اللي هو الاربعة كأن الواحد ده مش موجود اساسا 1 في 4 باربعة 1 في 4 باربعة 5 في 4 باربعة اتفقنا على ايه قبل ما اعمل عملية الضرب التانية هنزل تحت اول رقم وحط السف تمام يلا بينا يا 4 شكرا احنا خلاص كده خلصنا عملية الضرب الاولانية مش عايزينها نبدأ ناخد الواحد 1 في 1 بواحد 1 في 1 بواحد 1 في 5 بخمسة نبدأ نجمع نواتج عملية الضرب بتاعتي الاثنين ادي 4 4 و 1 5 1 5 و 2 7 طلعت عندي الاجابة ايه 7154 هسيبها كده؟ لا طبعا ها العلامة العشرية عندي كانت بعد كم رقم؟ بعد رقمين هروح في الناتج وحطها بعد رقمين واحد اتنين بقت 71 و 54 من مية الله ناخد نزال تاني 22 من مية 22 سوري و 31 من مية ايه ده؟ ده اربع ارقام عادي جدا هعمل عملية الضرب بتاعتي عادي خالص كأنه برضو العلامة العشرية مش موجودة في 22 يعني انا هضرب اربع ارقام في رقمين صحيح اه عادي ايه المشكلة؟ هي نفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها الامثلة اللي فاتت هعتبر برضو العلامة العشرية مش موجودة طيئة 2231 في 22 يلا بينا ها يلا الكنجي الاولاني 1 في 2 2 3 في 2 6 2 في 2 4 2 في 2 4 ها ابدأ عملية الضرب التانية لا شكرا يا 2 انا كده خلص وقبل ما ابدأ عملية الضرب التانية هنعمل ايه؟ هنحط الكنجي التاني 1 في 2 2 3 في 2 6 2 في 2 4 2 في 2 4 هنبدأ نجمعهم ايه دي 2 8 4 16 هنحط الصفر ومعايا الواحد يا ميس انا هنا هعمل عملية الجم دي عملية جم فانا هاخد الواحد زائد الخمسة عادي جدا انما انا كنت اقدر اعمل دي في الضرب لا طبعا بعمل عملية الضرب الاول وبعد كده اجمع الرقم اللي انا واخدمني الرقم اللي قابليه يبقى 5 و4 9 ودي الاربع بقيت عندي الاجابة ها عندي الرقم العلامة العشرية بعد كم رقم بعد رقمين ادي 1 اتنين ها يبقى انا دلوقتي جالي رقمين جالي 3 جالي 4 جالي 5 وبعلامة عشرية عادي جدا هاعتبر ان العلامة العشرية بتاعتي مش موجودة اساسا وهعمل عملية الضرب بتاعتي عادي وارجع احط العلامة العشرية زي ما هو بحددها لي في الاول تمام طيب تعالوا كده 1 و 125 من 1000 في 24 هنعمل ايه ها هاعتبر علامتي العشرية مش موجودة بقيت 1125 في 24 يلا بينا مين الكنج اللي عندي الاولاني يلا 4 يبقى انا هعتبر نفسي بضرب 1125 في 4 كأن الاتنين دي مش موجودة خالص 5 في 4 بعشرين ادي سف معي الاتنين 2 في 4 ها بتمانية تمانية زائد اتنين عشرة ادي سف ومعي الواحد 1 في 4 باربع 4 و 1 5 1 في 4 باربع ها قبل ما اعمل عملية الضرب التانية هعمل ايه شكرا يا 4 وابدأ احط الصفر بتاعي تحت اول رقم يبقى الكنج بتاعي التاني مين الاتنين يلا بينا 5 في 2 بعشرة سف ودي معي الواحد 2 في 2 باربع 4 و 1 5 1 في 2 1 في 2 ها خلصت عملية الضرب الاولانية بالكنج الاولاني خلصت عملية الضرب التانية بالكنج التاني وحطت الصفر بعد اول تحت اول رقم في العملية الضرب التانية هنبدأ نعمل جمع 0 و 0 ودي 0 ودي 0 5 و 5 10 0 و معي 1 4 ها بقت جده 5 5 و 2 7 ودي ال 2 بقى عندي هنا الاجابة بتاعتي 2 3 7 2 ميس انا عندي العلامة العشرية هنا بعد كم رقم 1 2 3 يبقى انا هروح حطاه في الاجابة بتاعتي بعد كم رقم بعد 3 دي 1 2 3 بقيت عندي الاجابة هنا ايه 27 من حاجة لا انا لما يبقى عندي هنا قبل العلامة العشرية اصفار 0 او 2 او 3 المهم 0 يبقى الرقم عادي عندي 27 تمام طيب ناخد ناخد مثال تاني 1 و 5 من 10 في 32 هنعمل ايه العلامة العشرية مش موجودة هنعتبرها 15 في 38 ها ناخد اول كينج يهو الاثنين 5 في 2 ليه بسميه بقول عليه كينج يا ميس عشان انا باخد الرقم ده اضربه في كل الارقام اللي فوق يلا بينا ها 5 في 2 بعشرة دي صف ومعايا الواحد 1 في 2 ب2 ها 2 زائد 1 3 قبل ما اعمل عملية الدربة التانية هعمل ايه هحط صف شكرا يا اتني هاخد التلاتة ها 5 في 3 15 5 ومعايا الواحد ها 1 في 3 بتلاتة 3 و 1 4 يلا نعمل يلا نعمل الجام هادي صف 3 و 5 8 هادي الاربع بقيت عندي الاجابة 400 و 80 عندي هنا ها العلامة العشرية بعد كم رقم بعد واحد هادي واحد اللي هو الصف بقيت عندي الرقم هنا ايه 48 تمام طيب ناخد مثال كمان 33 و 125 في 11 يلا بينا على ما العشرية بتاعتي ولا كأنها موجودة 3300 5 300 3500 125 في 11 يلا بينا نجي الأولاني الواحد ها مسألة سهلة جدا لأنها كلها هتنضرب في واحد فالأرقام كلها سهلة تسواني 5 في 1 5 ها 2 في 1 يعني أنا بحط بكرر الرقم زي ما هو ها باجي عند الكنجي التاني شكرا يا واحد برضو بحط الصف أيها بحط الصف ها يلا 1 في 5 2 3 3 ها يلا نعمل الجام 5 2 و 5 7 1 2 3 3 3 6 يبقى أنا عندي الإجابة بعد كام العلامة العشرية عندي بعد 3 أرقام دي 1 2 3 بقيت الإجابة عندي 66 375 يبقى النهاردة إحنا أخدنا ضرب عدد عشري في عددين صحيح والمرة اللي فاتت أخدنا ضرب عدد عشري في عدد في رقم واحد صحيح تمام؟ طيب طيب يبقى نحن ضرب عدد عشري في عدد عشري في رقم صحيح في رقمين كله زي بعضه بنعمل ايه؟ بنعمل عملية الضرب بتاعتنا عادي جدا نعتبر أن العلامة العشرية أساسا مش موجودة ونعمل عملية الضرب بتاعتنا عادي خالص وبعد كده نرجع نشوف العلامة العشرية كانت عندي بعد رقم حطه في الناتج بعد رقم بعد رقمين هنحطه بعد رقمين بعد ثلاثة هنحطه بعد ثلاثة تمام؟ يبقى عملية الدربة بتاعتنا عدد عشري في عدد صحيح في عددين صحيح هي نفس الطريقة اتفقنا لما نحط العلامة العشرية بنحطها بعد ما بنعد الأرقام من اليمين مش من الشمال يعني أنا عندي هنا واحد اثنين ثلاثة يبقى أنا حطيت في الناتج بعد ثلاث أرقام برضو واحد اثنين ثلاثة تمام؟ ناخد بقى آخر مثال نفتكر اللي احنا أخدنا المرة اللي فاتت ضرب عدد عشري في رقم واحد واحد وخمسة من عشرة في اثنين هعتبر انه مش موجود برضو الرقم العشري العشري سوري بقيت خمستاشر في اثنين خمسة في اثنين بعشرة سفروا معي الواحد واحد في اثنين باثنين وواحد تلاتة بقيت الرقم عندي تلاتين ها عندي الرقم العشري بعد كم رقم؟ العلامة العشرية بعد رقم واحد هحطها بعد رقم واحد بقيت الإجابة عندي تلاتة وبكده يبقى احنا خلصنا ضرب عدد العشرية في عدد صحيح أو في عددين صحيح وأشوفكم بقى الحلقة الجاية ان شاء الله بإذن الله بارس جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة